وبعد أن بيّن الحق سبحانه وتعالى بعض الأحكام التي عشنا معها طيلة اللقاءات الماضية في هذا البستان اليانع الماتع بعد أن بيّن سبحانه بعض الأحكام التي يحتاج إليها المجاهدون في سبيل الله يحثهم سبحانه وتعالى مرة أخرى على الجهاد والمضي في سبيل الله سبحانه وتعالى فيقول جل جلاله في آية ما أحوج الأمة إليها الآن بعد أن ذاقت كؤوس الذل والمهانة أشكالا وألوانا عليها أن تعي أمر ربها جل وعلا ولا تهنوا في بتغاء القول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما لا تضعفوا يا أهل الإيمان ولا تتوانوا في قتال هؤلاء الظالمين الكافرين الذين يعلنون الحرب عليكم ويغتصبون أرضكم وينتهكون مقدساتكم لا تتوانوا في طلبهم ولا تهابوا لقاءهم ولا تخافوا مواجهتهم فهم أجذر بالخوف وهم أولى بالحذر منكم لأنهم هم المعتدون هم الظالمون هم المتصبون هم الذين نصبوكم العداء وإن أبقعوا بكم ما تتألمون بسببه فقتلوا شيوخكم ونساءكم وأطفالكم وهدموا بيوتكم وهدموا مدارس أولادكم ومستشفياتكم إن كنتم تألمون لما تتعرضون لهم من مشقة وعنت فأعداؤكم كذلك إن كنتم يا معشر المؤمنين تتألمون وتتعرضون للمشقة والعنت والحرج والأذى والألم والضيق والهم فكونوا على يقين مطلق أن أعداءكم كذلك نعم والله هم كذلك يتعرضون للألم يتعرضون للعنت للمشقة للوجع بل لكسر الكبرياء ولكسر التغطرس لذا يقول ربنا في جملة قرآنية وربي لا تكون إلا من كلام ربي وربي لا تكون إلا من قول ربي إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون هم بشر ليس كما صوروا لكم ليس كما عمل إعلامهم الكذاب الدجال في تضخيم صورتهم وقوتهم بحيث تتخوفون وتتهيبون لقاءهم وتنهزمون نفسيا من داخلكم حتى لا تحرك أحدكم خطة على طريق النصر والعز والجهاد في سبيل الله لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة إذا شل الفكر شلت الحركة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لأنهم بشر لكن شتان شتان بين الثرى والثرية وبين الطراب وكواكب الجوزاء فالبون شاسع شتان شتان بينكم يا معشر المؤمنين يا من تجاهدون في سبيل رب العالمين شتان شتان بينكم وبين أولئك المجرمين الظالمين الكافرين الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت ظلما وعدوانا وبطشا وطغيانا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يحترموا عنا عهدا ولا ميثاقا ولا يتعاملون بقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع سائر الخلق بل ولا حتى مع المرضى والمجرحين والمكلومين والشيوخ والضعفاء والأطفال والردة لا يعرفون لونا ولا معيارا من معيير أخلاق الرجال في التعامل مع الإنسان أيا كان الإنسان إن تكونوا تألمون فأنهم يألمون كما تألمون لكن الفارق الكبير أنكم أنتم يا معشر المؤمنين ترجون من الله ما لا يرجونه هؤلاء لذا قال رب الأرض والسماء وترجون من الله ما لا يرجون أنتم ترجون رضا الله أنتم تنشدون القرب من الله أنتم ما خرجتم إلا لنصرة دين الله إلا دفاعا عن مقدساتكم المطهرة وإلا دفاعا عن شرف الأمة وكرامة الأمة التي ضاعت وعزها المسلوب ترجون من الله نصرة وظهور دينه وترجون من الله أجر المجاهدين في سبيله ووعد الله للمجاهدين في سبيله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نعم وعد الله لا تأخر وعد الله لا تخلف لمن حقق الإيمان ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله ونصرة للمظلومين المقورين المغلوبين ودفاعا عن المقدسات المطهرة وعن الشرف والعرض والكرامة وعد الله لا تخلف فتح من الله نصر من الله وفتح قريب من الله جل علاه فأبشروا أنتم ترجون الخير كله وهم لا يرجون إلا الانتصار لعصبيتهم ودنياهم ومكانتهم وأسطورة جيشهم الذي لا يقر لذا ختم الله جل وعلا الآية الجليلة بقوله وكان الله عليما حكيما يعلم ما تحمله القلوب يعلم ما تكنه النفوس والضمائر والنيات من مشاعر وعواطف فعلمه سبحانه علم محيط بالظواهر والبواطن علم محيط بالسر والعلانية وهو حكيم جل وعلا انتبهوا انتبهوا حتى لا تسقطوا في هذا المستنقع الآس الذي وقع فيه المنافقون قبل ذلك في غزوة الاحزاب وغيرها حين قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورة احذروا فالله حكيم الله حكيم نعم واعلموا انه جل وعلا لا يعجل بعجلة احد وليس مخلوق على وجه الارض في اهل الايمان اغير على الحق واهله من المستضعفين اكثر من الله الله يغار على الحق ويغار على اهله المستضعفين بل وهو ارحم بهم من رحمة الام بولده لكنه حكيم حكيم في قضائه الكوني القدري وحكيم في قضائه الديني الشرعي فما يحدث في الكون من قضاء واقدار لحكمة وبحكمة وما يشرعه العزيز الغفار من امر ونهي وحدود فبحكمة ولحكمة ولا يوجد شيء في كونه ولا في مخلوقاته الا لحكمة بالغة وما وجد الا بحكمة بالغة فهو سبحانه الذي يضع الاشياء في موضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وامره ولا يتوجه اليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال إذ لا يأمر إلا بما فيه الخير وإن غاب عنا الخير ولا ينهى إلا عما فيه الشر وإن غاب عنا الشر ولا يقدر إلا ما فيه الحكمة وإن غابت عنا الحكمة بل وعن الخلق جميعا فله سبحانه حسن التقدير وإتخانوا التدبير إذ لا يدخل تدبيره وتقديره جل جلاله خلل ولا زلل فهو العليم الحكيم قال ابن القيم رحمه الله وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان وبعد هذه الأحكام العظيمة التي بيّن الحق جل وعلا فيما يتعلق بالجهاد وحكم وأحكام ما يتعلق بقتل المؤمن خطأ وحكم وأحكام ما يتعلق بقتل المؤمن عمدا وبعدما أمر سبحانه بالتبين والتثبت وعدم التعجل في قتل من ألقى إلينا السلام في سفر وبيان حال القاعدين من المؤمنين عن الجهاد من غير أولي الضرر وبعد أن بيّن حال المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وبين حال من تركوا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدرتهم على الهجرة وبعد أن بيّن حال المستضعفين بيّن الحق سبحانه وتعالى هذه الأحكام الجليلة بيّن الحق سبحانه بيانا كافيا شافيا أنه ما أنزلها إلا بالحق ليحكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس في كل شؤون حياتهم بصفة عامة وفي خصوماتهم بصفة خاصة وذلك بما أوحاه الله عز وجل إليه من وحي في هذا الكتاب العزيز العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه فيقول جل جلاله لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما